لا ضوء يبدو في نهاية النفق لهؤلاء الذين أجبروا على النزوح من مناطقهم أثناء الحرب التي خاضتها الحكومة والميليشيات الداعمة لها ضد مسلحي تنظيم الدولة في مناطق شمال وغربي العراق نحو عامين مر منذ أعلن العباد النصر ولم تزل الأزمة تراوح مكانها فما يقرب من مليوني عراقي لا يزالون في مخيمات النزوح بل إن الأمر يزداد سوءا مع تراجع الدعم المقدم لهم من قبل المنظمات المحلية والدولية على حد سواء في خلال الأشهر الماضية ما يعرض كثيرين منهم للأمراض وسوء التغذية إحصائيات منظمة الهجرة الدولية تؤكد أن أكثر من ستة ملايين عراقي نزحوا منذ 2014 واليوم هناك أكثر من مليون وسبعمائة ألف عراقي لم يعودوا إلى بيوتهم بسبب الدمار الواسع في تلك المناطق جراء الحرب بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق غير أن عدم عودة النازحين إلى بيوتهم يعود كذلك إلى أسباب أخرى إلى جانب الدمار الواسع الذي يمكن التغلب عليه إذا تمنت الحكومة خططا جادة لإعادة الإعمار فغياب الموارد الاقتصادية في تلك المناطق يقف كذلك عائقا أمام عودة النازحين لا سيما أن الحكومة لم تصرف لهؤلاء القابعين في المخيمات أي تعويضات أمر آخر ربما أكثر خطورة وأهمية يمنع النازحين من العودة يتمثل في الدور الذي تلعبه ميليشيات الحجد من أجل إحداث تغييرات ديمغرافية ترسم خريطة سكانية جديدة للعراق خريطة تخدم المخططات الطائفية التي ترعاها إيران في العراق وتنفذها الميليشيات التي تمنع النازحين بالقوة من العودة إلى منازلهم في حين يطل الفساد برأسه من بين ملفات النازحين عبر مافيا المنتفعين الذين يستفيدون من الأموال المخصصة لدعم النازحين ولذلك فهم لا يريدون أي عودة لهم لأن ذلك يعني انقطاع وصول تلك الأموال إلى جيوبهم النازحون في العراق إذن يبقون بين دمار المدن وفساد الحكومة وطائفية ميليشيات باتت تسيطر فعليا على البلاد أمنيا وعسكريا وسياسيا